يعني الحقيقة المدركة تمام إن احنا بقلنا فترة بنتكلم مع حضراتكم عن قضية تغير المناخ وأهمية هذه القضية والتأثيرات السلبية لهذه القضية ده يعني بسبب إن احنا بنحاول نوضح لحضراتكم مدى أهمية هذه القضية ومدى خطورة هذه القضية فدلوقتي بعد بقلنا فترة زي ما قلت لحضراتكم بنتكلم في الموضوع ده بقت حاجة غريبة شوية لما نعرف إنه لسه في ناس مش مهتمة بقضية تغيرات المناخية أو شايفة إنه موضوع ثانوي أو حتى مش مدركة أبعاده واخترته على الكوكب كله مفيش دولة بعيدة عن التأثير السلبي للتغيرات المناخية ويمكن أزمة كورونا يعني وضحت لنا شوية إنه يعني إيه فعلاً معنى كلمة إنه مفيش دولة بعيدة عن خطر في بعض الأخطار بتطال العالم كله منها قضية المناخ خلينا بص بالأمثلة الحية اللي بتحصل حوالينا دلوقتي سواء في المنطقة العربية أو في أوروبا حتى في أسيا بقالنا كم يوم بنسمع وبنتابع أخبار عن حرائق غابات في شمال لبنان في المغرب ده غير الفيضانات اللي قتلت 8 أشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية كمان فيضانات في باكستان دمرت 6500 بيت دي مجرد أمثلة وعنوين موجودة دلوقتي قدامنا فأعتقد يا عبدالصامد إحنا بالفعل محتاجين نحن نقف قدام نفسنا ونعرف إن الكوكب بدأ يكشر عن أنيابه حقيقي ده حقيقي ويمكن عجبني أول مثال اللي انت دربتيه من شوية بأزمة كورونا لأن أزمة كورونا كانت كاشفة للجميع في إن التغيرات المناخية اللي بتحصل قد إيه هي مضرة بالبيئة وشوفنا يمكن بداية التحام إلى حد ما ثقب الزون في فترة كورونا لأن ما كانش فيه إنتاج بالشكل المكثف اللي كان موجود فبالتالي تم تقليل الانبعاثات الكربونية فبالتالي أصبح التقص حتى وجو صحي بشكل أكبر وتعالوا نتابع مثلا التغيرات اللي بتحصل في درجات الحرارة والتقص في أوروبا بقى حاجة غريبة غريبة فعلا الأجواء اللي موجودة في أوروبا يمكن أوروبا اللي معروفة ببرودة التقص فيها أوروبا من أيام قليلة كانت بتعاني من موجة حر شديدة في أسبانيا وصلت في أسبانيا تحديدا درجات الحرارة لـ 44 درجة وفرنسا كانت 40 درجة المعدلات دي ما ظهرتش في أوروبا من 80 سنة تقريبا علشان كده بقى طبيعي أن احنا بنسمع عن حرائق في الغبات دوابان في الجليد وحرارة مرتفعة في أوروبا اللي زي ما بنقول يعني كان أي حد عاوز يستمتع ببرودة التقص كان لازم يروح أوروبا أو المقصد ليه لو بيتكلم فيه جو فيه لحد ما التقص بارد أو شديد البرودة كبير النهار ده فيه حرائق في الغبات أصبحت درجات الحرارة مرتفعة تخططت الـ 40 درجة حاجات كتيرة جدا يمكن علشان كده انتبه العالم للقضية دي تحديدا وأصبحت من أهم الموضوعات اللي مطروحة على الساحة مش بس الإقليمية جميلة الساحة الدولية ككل لأن ما فيش حد بقى خارج دائرة التأثير والتأثر بسبب طغالات المناخية وفيه بالفعل استعدادات وأجندات دولية للتعامل مع هذه القضية ده لو نكلم على الصعيد العالمي لكن بالنسبة لمصر احنا بنشوف استعدادات كبيرة جدا بتحصل بسبب تنظيم القمة العالمية للمناخ كاب 27 واللي هتتعامل في شهر نوفمبر اللي جاي في مصر في شهر مشيخ تحديدا تقريبا ما فيش أسبوع بيعدي غير لما يكون فيه اجتماع لرئيس الحكومة لمناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر لأنه ما فيش شك أن هذا الحدث البيئي هو الحدث الأبرز عالميا واللي بتزيد أهميته بشكل كبير جدا مع تزايد التحديات والمخاطر المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي اللي بيعتبر بالفعل تهديد وجودي لكوكب الأرض ويجب أن ندرك هذه النقطة رحية عبدالصمت ده غير أن احنا طبعا تبعنا سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو يتحدث عن فكرة الحشد الدولي والحضور الدولي اللي لازم يكون متواجد بشكل كبير جدا في كاب 27 والتمويل وأيضا فكرة تحمل الدول الصناعية الكبرى لأثار التغير المناخي اللي انعكست على أفريقيا صحيح ويمكن زي ما أنت قلت كان حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي موجود في بوترسبورد أثناء قمة المناخ اللي تيجي تأهيلا أو تأهبا واستعدادا للدولة اللي بتستضيف مؤتمر المناخ كوب 27 وهنا هنتكلم على المؤتمر ده تحديدا لأنه هو بيعتبر فرصة استضافة مصر لكوب 27 هو فرصة وفرصة كبيرة أوي لوضع خريط الطريق لمعالجة تدعيات التغيرات المناخية ويمكن الظروف دلوقتي بتسمح ومهيئة لأن الكل يشارك بفعالية لأن يمكن في النسخة اللي فاتت شوفنا مخرجات خرجت من المؤتمر في كوب 26 ما كانتش يعني ملزمة للدول يمكن السبب الرئيسي في ده يعني ده اجتهد شخصي مني لكن أنا شاف السبب الرئيسي في ده هو فكرة أن ما كانش فيه التغيرات المناخية الملموثة بالشكل يعني الذي يرى رؤى العين ونقدر اللي احنا نحس به زي اللي بيحصل اليومين دول وده بيعتبر عشان كده كوب 27 هو فرصة فرصة لأنه بيجمع حوالي 30 ألف مشارك من 196 دولة حوالي العالم علشان كده الاستعدادات بتتم في مصر على أعلى مستوى بشكل بيليق بالدولة المصرية وبدورها الكبير في قضية المناخ لأن التغير المناخي مش بس متعلق بالطقس ولا الحرارة ولا الطقس الشديد الحر شديد الحرارة أو البرودة الشديدة لأنه كمان متعلق بالأمن الغذائي والأمن المائي لأنه ليه نعكسات لأن ارتفاع درجات الحرارة بتؤدي إلى تبخر المياه فبالتالي بيؤدي إلى جفاف ارتفاع درجات الحرارة بتنعكس على المحاصيل الزراعية فبالتالي بيتلف جزء كبير من المحصولات المزروعة فيه الأراضي الزراعية فلينا إعكاس مباشر على أشياء متعددة في الحياة وفي استهلاكنا اليومي علشان كده أصبح لابد أن نتكاتف جميعا من أجل مواجهة هذه الظاهرة وعلشان ما يبقاش فيه تدعيات أكبر وأكبر علشان كده التغيير عمره ما هيبدأ من دولة فقط التغيير بيبدأ من شعب بيبدأ من رجال أعمال أصحاب مصانع عندهم وعي وإدراك ومسئولية حقيقية بيتكاتفوا سويا عشان خاطر ينقذوا العالم وينقذوا البشرية من التغيرات المناخية إن شاء الله يومكم جميل بنصبح على حضراتكم وصباحا خير يا مصر ترجمة نانسي قنقر